تعمل العلاجات الأساسية لمرضي الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي بأساليب مختلفة. الهدف من العلاج في حالة التهاب المفاصل الروماتويدي هو التحكم بالالتهاب وتقليله. هذا لأنه من أمراض المناعة الذاتية، وفيه يهاجم الجهاز المناعي الجسم. لذا، فإن تخفيف الالتهاب يعتبر بمثابة حل للمرض نفسه. إضافة إلى ذلك، فلا بد من تخفيف الألم أيضاً. أما في حالة الفصال العظمي، والذي يحدث نتيجة لفرط الاستعمال وتلف غضاري في المفصل، فهدف العلاج هو تخفيف الألم وتحسين الوظيفة والصحة وتقليل الأعراض. خذوا كل مرض على حدة. ابدأوا بالتهاب المفاصل الروماتويدي. توجد مجموعة عقاقير تسمى الأدوية المضادة للروماتويد والمعدلة لسير المرض. ومن عنوانها تعرفون أنها لا تعمل على علاج أعراض المرض فحسب، بل كذلك تعمل على تغيير سير وتطور المرض وأثره على المفاصل. سميت بالأدوية المضادة للروماتويد لأن أول استعمال لها كان علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكنها الآن تستخدم لعلاج جميع أمراض المناعة الذاتية. هناك العديد من الأدوية التي تنتمي إلى هذه المجموعة، ولكنها تعمل بطرق مختلفة على تخفيف الالتهاب، فهي لا تقوم بذلك في موقع واحد. ما يجعل هذه الأدوية مجموعة واحدة هو أنها لا تعمل على علاج الجهاز المناعي أو خفض الالتهاب فحسب، بل تعمل على تقليل الضرر الذي تتعرض له المفاصل. تعمل طرق العلاج الأخرى على تخفيف الألم والأعراض. أما مجموعة الأدوية هذه، فتبطئ الضرر الذي تتعرض له المفاصل. والفرق بينها وبين مضادات الالتهاب المعتادة هو أن مضادات الالتهاب المعتادة تعمل على تقليل الالتهاب في الجسم بأكمله، دون التركيز على الضرر الذي لحق بالمفاصل، وهي لا تغير سير المرض. تشمل مجموعة مضادات الالتهابات على الستيرويدات، والتي يمكن أن تأخذ عن طريق الفم. تعمل الستيرويدات على التدخل في سلسلة العمليات الأساسية للالتهاب. فلو كانت الخطوة A تؤدي إلى B، ثم إلى C، وهكذا، تتدخل الستيرويدات في هذه السلسلة وتوقفها، ولذلك فهي فعالة في تقليل الالتهاب، لكنها ليست دقيقة، ولا يمكنها تقليل تلف المفاصل، كما تفعل الأدوية المعدلة لسير المرض. النوع الثاني من مضادات الالتهاب هي مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، والتي يرمز لها بالاختصار N-SIDES. ومن الأمثلة عليها الإبوبروفان، والأدوية المتاحة بدون وصفة. تقلل هذه المضادات الألم والالتهاب. هاتان المجموعتان هما أساس علاج التهاب المفاصل الروماتويدي المتبع مع غالبية المرضى. بعد ذلك يأتي دور تخفيف الألم، وفي هذه المرحلة يمكن استخدام الطرق المعتادة في تخفيف الألم، مثل المسكنات. ولكن عند استخدام المجموعتين الأولى والثانية من الأدوية، قد لا يحتاج المريض للمسكنات كثيراً. لا بد الآن من ذكر بعض الأعراض الجانبية التي يمكن حدوثها عند استخدام هذه الأدوية. هذه الأدوية مضادة للالتهاب، وهذا يعني أنها تضعف الجهاز المناعي، لأن الالتهاب هو أحد أساليب الجسم لمحاربة الأجسام الغريبة. ورغم أن إضعافها للجهاز المناعي هنا يفيد في علاج أمراض المناعة الذاتية، إلا أن ذلك يضعف قدرة الجسم على محاربة الأمراض. وهذا يجعل المريض عرضة للخطر عند الإصابة بالأمراض الشائعة مثل نزلة البرد. ولهذا فقد يكون من الإجبار وقف العلاج إن أصيب المريض بمرض آخر إلى أن يتعافى منه. انتقلوا الآن لمرض الفصال العظمي. تذكروا أن مرض الفصال العظمي غالباً ما يكونون كباراً بالسن أو يعانون من السمنة. لذا، فالخطوة الأولى في العلاج هي تغيير نمط الحياة. يشمل ذلك الحمية والرياضة وخسارة الوزن، وذلك لتخفيف الحمل عن المفاصل. ثم يأتي دور العلاج الطبيعي، حيث يتعلم المريض الطريقة الصحيحة لاستخدام المفاصل لتجنب الإضرار بها أكثر، ولتقوية العضلات التي ضعفت نتيجة لتجنب المريض استخدامها بسبب إعلام المفاصل، وذلك لأن قلة الاستعمال تؤدي لضعف وضمور العضلات. وبتعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام المفصل يقل الإجهاد الذي يتعرض له. في هذا الجانب أيضاً، تجدون مضادات الالتهاب اللاستيرويدية، بالإضافة إلى البرستامول، والذي يوصف للمرضى عندما تكون الأعراض أقل حدة، وذلك لتفادي الأعراض الجانبية لمضادات الالتهاب اللاستيرويدية على الجهاز الهضمي على المدى الطويل. يسكن كل النوعين الألم ويقللان من التهاب المفاصل، ويمكن الحصول عليهما دون وصفة طبية. ولأن الألم والالتهاب محصوران في المفاصل المصابة فقط، وليسا منتشرين في الجسد كاملاً مثل ما هو الحال في التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن علاج الفصال العظمي بحقن الستيرويدات في المفاصل المصابة لتخفيف الألم. فلو كان المصاب يشكو من ألم في الكتف مثلاً، فبإمكان الطبيب حقن الستيرويدات داخل مفصل الكتف. كما يمكن حقن المسكنات أيضاً. أخيراً، يأتي دور الجراحة والتي يمكن أن تفيد في علاج الحالتين، ولكن يفضل دوماً علاج المرض بالطرق الأخرى قبل استفحاله والحاجة للجراحة، ومع ذلك قد يتهالك المفصل أحياناً ويلزم استبداله. ولأن الجراحة فيها بعض المخاطر وتلزم المريض الفراش ليتعافى ويرتاح، تعتبر آخر خطوات العلاج. يجب المحاولة على الحفاظ على وظيفة المفاصل الموجودة قدر الإمكان وتخفيف آلام المريض وعدم اللجوء إلى الجراحة إلا عندما تكون ضرورية.